شوف مصر طول الوقت عندها مبدأ ثابت أصيل لا تحيد عنه ألا وهو إيه؟ أنه قضيتنا المركزية هي القضية الفلسطينية وأنا بقول لك الكلام ده في ظل اللي حاصل النهاردة من مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فاعليات أو وقائع مؤتمر الأدس والمؤتمر رفيع المستوى وزي ما حضراتكم أكيد عارفين كان منعقد في القاهرة بطبيعة الحال في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة شارك فيه الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس فلسطين الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية سيد أحمد أبو الغيد طبعا أمين عام جامعة الدول العربية إلى جانب عدد من الوفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في الجامعة خد بالك من جملة مهمة جداً اتكلم فيها الرئيس أنا مش حافظ الجملة نصاً لكن الرئيس في جملته دي قال ما معناها الآتي إن مصر مش هتسمح ورفضة أي شكل من أشكال العمل على تغيير الأوضاع في فلسطين مصر الدولة المصرية مستمرة في جهدها المستمر والتاريخي والأصيل والقائم على المبدأ المصري في دعم أشققنا الفلسطينيين طيب دعم أشققنا الفلسطينيين عبر مواصلة العمل الحثيث نحو توحيد الصف الفلسطيني ويمكن احنا شفنا على مدار 8 سنين داخلين في التاسعة إزاي مصر اشتغلت على وحدة الصف الفلسطيني وتذويب أي شكل من أشكال الاختلافات في الرؤى أو الاختلافات في وجهات النظر طول الوقت التوافق اللي مصر اشتغلت عليه لخلق توافق وطني فلسطيني موحد بس كده لأ مصر اشتغلت بمنتهى الحماس وبمنتهى الإصرار وبجهد الحقيقة غير مسبوك علشان إيه؟ علشان نخلق تهدئة وعلشان نخلق أو نثبت وقف اطلاق نار وعشان نوقف التصعيد في قطاع غزة وما تنساش أن مصر اشتغلت بمنتهى القوة وتاني بمبدأ رئيسي وأصيل فإننا شعب واحد إعمار القطاع مصر أكدت في أكتر من مناسبة على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر لتطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 67 وفقا للمقررات الشرعية الدولية طيب وأن العاصمة هي القدس الشرقية أنا عايز أرجعك لسنة 2014 والخطاب التاريخي لرئيس الجمهورية عند توليه مقاليد الحكم في البلاد في أول يوم وفي أول خطاب رسمي خطاب تولي هذه المهمة الضخمة الرئيس اتكلم على قضيتنا المركزية فلسطين اتكلم على الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 من اللحظة الأولى وتكررت هذه اللحظات عشرات المرات على لسان الرئيس في كل المحافل الدولية والإقليمية مصر تواصلت مع كل الأطراف أطراف الإقليمية الأطراف الدولية وأي طرف معني علشان نخلق تهيئة حقيقية لمناخ مناخ يصلح لإحياء مصار مفاوضات سليمة متوازنة ما بين الجانبين وفي أقرب فرصة ممكنة وده كان شيء مهم جدا الدفع للوصول إلى أقرب الفرص على الصعيد الدبلوماسي أو الصعيد السياسي فمصر كانت بتكسف الجهد والاتصال مع كل الأطراف اللي موجودة واللي معنية بهذه القضية وقف إطلاق النار بشكل كامل في غزة البنى على ده بتفعيل المفاوضات ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي الدفع نحية إطلاق مبادرة سياسية تساعد على تقريب وجهات النظر ما بين كل الجانبين زي ما كنت بقولك علشان يبقى في عندي أرضية لإيه بقى المرة دي لإجراء انتخابات مصر حشدت كافة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق استجابة إنسانية فورية في الأراضي الفلسطينية 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 المحتلة وضرورة الحفاظ على الوضع الراهن وعشان كده أنا كنت بقولك ركز في الألو الرئيس ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس العربية المحتلة بتيجي مشاركة فخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات مؤتمر الأدس اللي بقولك هذا المؤتمر رفيع المستوى شديد وعالي الأهمية واللي انعقد عندنا في القاهرة بطبيعة الحال القاهرة عاصمة العروبة تأكيدا على الدور المصري التاريخي الداعم لحقوق الفلسطينيين مصر وقائدها بيشتغلوا هو مش بقدر ملحوظ هو اللي ما يشوفش يبقى عنده بجد مشكلة في التعاون مع كل القوى الإقليمية والدولية للدفاع عن قضيتنا المركزية فلسطين مصر عايزة الدولة المستقلة مصر عايزة حل الدولتين وبتزق فيه بكل قوتها السياسية بكل زخامها السياسي والتاريخي والديبلوماتي بتزق بكل قدرات الدولة المصرية